جمال مبارك بيقولوا بيقولوا انه يمكن يترشح للرياسة والنظام بدأ يقلق ويخاف فصدر ضياء رشوان عشان يتكلم على جمال مبارك فرد عليه علاء مبارك واشتبك معاه وبعدين بيقولوا علاء الناس اتكلمت عنه فمش عارف حزف ايه وشال ايه فمصطفى بكر اتدخل ليه لكبير اقوي ساعتك متعلقة بجمال مبارك وترشحه للرياسة تعالوا معا بعد كده نستعرض اللي حصل ونشوف ونسأل السؤال لماذا يخشى النظام ترشح جمال مبارك للرياسة نسمع ديارة شوان قال ايه سهل قانونيا سيد جمال مبارك رد عليه اعتباره هل هو يعني حتى لو رد يعني القانون الواضح دستو يقول انه لو حكم عليه شخص اي شخص في جريمة ولو رد عليه اعتباره دي مسألة حتى تفحصل هاي وطن الانتخابات وبالمناسبة عشان بس الناس كلها تبعوا معنا للإجراءات القانون واضح في ده انه قرارات هاي وطن الانتخابات قبل الاتطعن عليها في المحكمة الإدارية العلية من القضايا الإدارية وبالتالي لو السيد لمال مبارك حقه القانون يترشح وهو عايز يترشح سؤالي بس للسيد لمال مبارك انا بسقوله على الهواء انت عايز تترشح؟ لو المدق سيارة يا ركلي علينا عشان الناس تحسم أمرها ومنهم من لطيف اوي عمو ضياء يعني لطيف والله دم وخفيف انت عايز تترشح يعرف اللي هو يعني حاجة كده بصراحة كلها ود وحب وعايز تترشح يا جمال الناس عايزة تحسم أمرها الناس متوترة يعني هتترشح اقول لنا عشان نعتقلك هتترشح اقول لنا عشان نلفه لك قضية لو مدد قانون الانتخابات مش كفاية نعمل لك قضية بسرعة النيابة بتاعتنا والأضاء بتاعنا والإعلام موجوده بص في لحظة يعني مش عايزة أقول لك يعني لكن الحقيقة المتحدث الرسمي باسم جمال مبارك وحسني مبارك وسوزان مبارك وعائلة مبارك وحبايب مبارك ومحامي مبارك وكل حد عدى على نظام مبارك السيد علاء مبارك اللي عامل لي بلوك على تويتر ما عرفش ليه الحقيقة السيد علاء دخل في اشتباك مباشر مع ضياء وقال له انت مالك انت عايز اللي مش عايز أما انت حشري صحيح طلعونا كده تغريدة علاء لما نشوف لأنه في كلمتين عايز أقولهم للسيد علاء الحقيقة انت مالك علاء مبارك الله يما سيب الخير اسمه ايه سعد الدين كان اسمه سعد الدين ايه الدكتور سعد الدين اللي كان طلع معي قبل كده يام من قناة الحوار بس قاله سؤال قال لي انت مالك علاء مبارك فكرني بالموضوع ده انت مالك علاء مبارك يرد على تساؤل ضياء رشوان حول عدم ترشح شقيقه جمال الانتخابات الرئاسة ردا على ضياء رشوان قال علاء مبارك عبر حساب الرئاسم على تويتر وانت مالك عايز ولا مش عايز أما حشري صحيح حاجة ما تخصكش وما لكم للشعب بعدين بدأ الناس تتفاعل مع علاء فقالوله انه المادة بتاعة قانون الانتخابات الرئاسية قال لي يكون حكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ولو كان قد رد اليه اعتباره فقال هي هي جاهزولها تخريجة فعايزين يخلاصوا بسرعة فعلاء مبارك رد قال له هو في فقرة نقصة عشان تبقى محبوكة كويس قال لي يكون اسمه جمال انه المهم ما يبقاش اسمه جمال مبارك اهو بعدين دخل مصطفى بكري على الخط وقال لذلك لن يترشح جمال مبارك لان ده بقى المتحدث الرسمي باسم مؤسسات الدولة كلها نيابة عامة ماشي قانون ماشي قضاء ماشي جيش ماشي شرطة ماشي على كتفاءة تنور على بطناءة تنور على اي حتة تنور مصطفى بكري رجل كل الموائد وكل العصور تعالوا نشوف قال ايه عن جمال مبارك فانت دي قضية متعلقة بالنزاوة صدر فيها حتى لو خدت عدى اعتبار فانت مخدتش عدى اعتبار كمان فدي مساء الاساسية ده ده ينسحل هذا الكلام على بطناءة جمال مبارك قمانا على كلها بالزبط صدر حكم في 2015 وايه ده من محكمة النغض ساعة 2016 بتاع القصور الرئاسية والمية خمسة وعلى بطناءة 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 فلا يجوز طب انت اه تعملي هاشتاج ومش عارف ايه البلد دي لو ضاعت مش هترجع تاني الناس يازم تفهم البلد دي لو ضاع هي هتضيع لي يا مصطفى ده جمال مبارك ده ابن حسني مبارك اللي انت كنت خدام لمؤخزة عنده هو وعلاق وجمال والأسرة الكريمة هي البلد هتضيع لي يا درش بانت كنت خدام عند دول يا حبيبي وبعدين نزلت لنا التحرير عملت السوراجي وبعدين رحت خدام عند المجلس العسكري وبعدين بايت خدام عند السيسي فايه ده مصطفى بس احنا مش بنتكلم على جمال مش عارف جمال عايز اجيب جمال بس مش لايه حد جمال في الاخوان فمش فاهم الله يعني ده جمال مبارك يا درش بالراحة مصطفى لانه ممكن هب يعني توست يبقى ممكن جمال مبارك رئيس ساعتها تطلع تقول ايه بس انا مش هكلم مصطفى بكري على حقيقة الكلمتين دول قبل ما استقبل اتصالاتكم موجهين للسيد علاء مبارك على طريقة محمد سعد في فيلم الناظر لما راح لعلاء ولي الدين في الفرح وقال له هو بابا ما جاش معك ليه هو احنا مش قد المقام هو استاذ علاء انت بتتكلم باسم جمال مبارك ليه يعني هو جمال ما جاش معك ليه هو احنا مش قد المقام طب هو جمال ليه ما بيكتبش طب ما جمال لما طلعت براءة ومش عارف للوالد ولا مش عارف طلع لابس بدلة كده وفندي وكان اياما بيقوله في الامارات وعمل فيديو باللغة الانجليزية كارزما صح يعني هو جيمي ليه كده مش بيكلم مع الناس يعني لو كان هينزل انتخابات او لا يعني ده قراره هو او يمكن قرار السيسي مش قراره فلو كان هينزل يعني طب يعني جمال ما جاش معك ليه جمال ليه ما بيشتبكش على تويتر كده كمواطن مصري صالح وبيكتب هل علاء مبارك هو المتحدث باسمه اسرة المخدوق حسني مبارك يعني هل علاء فاضي مثلا جمال عنده مشاغل بيجاهز حملته الانتخابية فعلاء هو اللي بيدرهاله مثلا على تويتر هل علاء مثلا اشتغل محامي واحنا ما نعرفش الحالي طبعا هو حر يكتب اللي هو عايزه انا بقولك الرجل عامل لي بلوك يعني بشوف اخباره في الصحف زي سيئني ان كده لكن الموضوع غريب والله شوية غريب جدا حد يطلع يشتم جمال علاء يرد حد يطلع يسأل جمال علاء يرد حد يطلع يقول جمال هتترشح علاء يرد حد مش عارف يقولي علاء يرد ايه يا جماعة فيما يعني علاء مبارك هل انت فاضي لهذه الدرجة ولا الاسرة مع عيناك متحدث باسمها ولا انتو فيه توزيع ادوار ان هو الجود جاي والباد جاي ومش عارف ايه والكلام ده فانت بقى بتاع الحنكش اللي على تويتر وكده وجمال بقى الراجل الرسين اللي ينزل في الاخر مرشح انتخابات فده الحقيقة سؤال مهم اتمنى ان هو يصل للسيد علاء مبارك يعني اذا كنت تتابع او لا تتابع الحقيقة لكن لو وصلك اتمنى تجاوب علينا طبعا دي حرية انت حر تكتب ما تكتبش دي حاجة راجعلك لكن انا بس فين الوستاذ جمال ليه ما بقى الراجل كان يعني في لاجنة السياسات وكان راجل عظيم جدا في الحزب الوطني وكان بيطلع يعمل لقاءات تلفزيونية وعنده كارزمة جبارة يعني فمعلش احنا وحشنا جمال مبارك جيمي زي ما قال الرئيس منتخب مصر كويس هو الام الحلوة دي جمال وحشنا الحقيقة فاحنا عايزين نسمع جمال كفاية علاء خد جم انزل يا جمال انزل الملعب الناس كلها متوترة نشأة قاعد مع مصطفى ومش عارف مين طالع وديقرى شوان واضح نتعمل لهم هس هس سوز جمال لو سمحت انزل الساحة محتجاك ومصر بتناديك الوطن ده بيرحب بابنائه الكرام وانا مش مصدق ان انا بقولي الكلام ده اللي بعد 12 سنة من صورة 25 يناير ضد مبارك ابو ابن ضد الفردة والاستبن لكنه عبدالفتاح السيسي يخلى الناس على رأي صحيفة اجنبية تقرير اجنبي الاسبوع اللي فات كنا ابن ناشو قالك تترحم او تتنظر على ايام حسن مبارك